وارجعنا لكم والأهل خطة أحمر والأهل في حتة تانية مش بس خطة أحمر يعني وإحنا بنتكلم على تهنئة أمفانتينو ببرونزية كأس العامل الأندية والإشادة باحترافية المنظومة أنا هنا قلت لكم جملة وقسامة بيتكلم آدي الخطاب أمفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية بكأس العالم ويشيد باحترافية منظومة العمل بالآلي طلق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي خطابا من جياني أمفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت فعلياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي وتقديم مستويات متميزة ممثلا للقرى الإفريقية وأضاف أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم وكل هذا يبشر بما هو قادم ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب وتمنى أنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الآلي والمنظومة كاملة وتطلعوا للقاء يجمعهم في وقت قريب يعني أعتقد الرسالة جماعة فيها كثير جدا من اللي أنا كنت بقوله وقسامة بيتكلم وهي فكرة الانطباعة يا جماعة الفيدباك اللي عندك كنادي أهلي أو عند الشخصيات الدولية عن النادي الأهلي اللي أنت سايبه في صورة ذهنية موجودة عند الناس بتستدعيه وأنا بشوف أن النادي الأهلي يا جماعة خطأ خطوات أنا بقول أنها مش واخد حقها وإحنا هنا مش قادرين نستغلها في مصر تحديدا وفي كرة القدم أن إزاي نقدر نسوأ لأن عندنا نادي مختلف نادي يقدر يحقق حاجات مستحيلة على البعض وأنا بقول أن مشكلة النادي الأهلي أنه سهل الصعب يعني يقعد حد كده قاعد في التكييف بلاش التقييد كيف عشان جهو ساعة يقعد حد كده قاعد جنب الدفاية وفي أحلام كده يعني المساء يقولك إيه أنت بتروح تجيب برونزية ويا جماعة البرونزية دي أنت بتلاقي فرق مفيش مش فرق أنت بتلاقي كل الفرق المصرية محد الشارك في كاسة العامل عندي غير النادي الأهلي فأنت من سهلت الصعب حسست الناس إن المشاركة في كاسة العامل عندي بشكل متتالي والمشاركات المتتالية وإن أنت تشارك أربعة مشاركات متتالية ده شيء سهل إن أنت تسعى مشاركات ده شيء سهل فانت اللي سهلت الصعب انت اللي اديت الناس ايحاء ان الموضوع سهل يا جماعة والله الفرق اللي بتروح كده كاس العامل عندها دي بترجع ببرونزية وتيجي وتلاقي الفرق ممكن سنوات بعيدة عن الالقاب القرية فهنا النادي الاهل يا جماعة قدر يوصل مفهوم وحتى أسامة أكلمكم على حاجة أنا دايما مؤمن بيه وفي فكرة المنافس هذا التواجد للنادي الاهلي والزخم استفادت منه الفرق المصرية استفادت في تصنيف استفادت في رعاية وهنا مش تصنيف طبعا بتعنقات احنا بنتكلم ده ده مجهودة انما تصنيف انا بالعب في الدولة اللي منها النادي الاهلي زي ما انت يابع عندك انطباع أسامة مثلا سيد ترجي هو اللي بيعمل كده فانت يابع عندك قناعة ان الاندية التونسية وقدرة النادي التونس اللي تعمل له حساب لانه هو فيه النادي الاهلي المصري فانت هنا بتتكلم الانطباع ده النادي الاهلي وصل للناس ان الامور سهلة يا أسامة مع انها صعبة ومعقدة جدا بعد فارس قالك على دور أبطال أفريقيا اللي يعني مفيش فريق حقا قالك ده ده الاهلي حول البطولة لدور رمضاني او دورة رمضانية فده طبيعة الامر مع النادي الاهلي عشان كده دايما بقول ايه بقول انت احلم ومهما بلغت من حلم ده الواقع اللي بيعيشه النادي الاهلي وده قيمة التواجد داخل النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي وعشان كده لما بتتكلم عن طموح حقيقي بتتكلم عن النادي الاهلي لما بتتكلم عن مجد بتتكلم عن النادي الاهلي لما بتتكلم عن إنجازات بتتكلم عن النادي الاهلي بطولات النادي الاهلي شعبية النادي الاهلي ده مش عشان احنا هنا في قناة النادي الاهلي ده اي حد عقل متابع جيد لقرة القدم الافريقية هيقولك النادي الاهلي ثم يأتي الاخرون والاخرون ما يزعلوش بالعكس ده المفترض يبقوا مبسوطين ان معهم النادي الاهلي وزي ما قلت كلمة منافس النادي الاهلي كلمة لا قيمتها التسوقية انت بتسوأ نفسك ازاي بتسوأ نفسك ان انت منافس النادل آلي فبينوبك من الحب جانب لكن للأسف يعني الناس اللي ما بتعترفش بده وبتروح لسكة انها لا انا عايز ابقى زي النادل آلي طب تبقى زي النادل آلي ازاي هتعرف تعمل اللي بيعمله النادل آلي حقيقة ان الخطاب لما ييجي من رئيس الاتحاد وبشكل شخصي في بطولة مجمعة متواجد فيها رئيس الاتحاد فيتحدث عن فكرة عمل شاك واحترافية واهتمام بالتفاصيل ادارية وفنية وطبية وحب وشغف للاعبة كرة القدم ده واحد شافل بأسه تعامل عن قرب مع النادل آلي مع احترافية النادل آلي فلما بيلاقي ده ويعبر عن ده فانت تبقى فاهم ليه النادل آلي بيوصل في نهاية المطاف ان هو انا مش هقولك بيوصل للمرة الرابعة التوالي في كأس العالم فارس ناسي ان احنا وصلين للمرة الخمسة يعني احنا السنة الجاية ان شاء الله صيف السنة الجاية الاهلي موجود ضمن نسخة كأس العالم بشكلها الجديد ل32 فريق فانت وصل للخمسة على التوالي طيب الفرصة اللي هتيجي بعد كده اتبقى في 2029 فطرى من يعيش بقى لـ 2029 ويبدأ يشوف هل فعلا ممكن فيه فريق اخر غير النادل آلي في مصر يقدر يعيش واقع اسمه كأس العالم الاندية ولا هو هيكون وقعه ان كأس العالم الاندية بالنسبانه هو مشاهدة النادل آلي ونجوم النادل آلي وابطال النادل آلي اشتركوا في القناة